أولا المؤسسات بشكل عام لدينا المؤسسات الرسمية ولدينا المؤسسات الغير رسمية عندما نتحدث عن كتابة التاريخ كتابة التاريخ ليس بالأمر السهل وليس أيضا بالعملية البسيطة العادية التي ربما قد يتخيلها الإنسان أنها هي مجموعة من المراجع وجلب القلم وبداية التدوين في أوراق وهكذا نكتب التاريخ ليس هذا الأمر وإنما تكاتف الجهود وأيضا تراكم المعرفة التاريخية التي سوف تؤدي إلى كتابة تاريخنا الوطني والدولة الجزائرية بكل صراحة قامت بمجهودات جبارة جدا في هذا الميدان منذ الاستقلال إلى غاية اليوم لدينا عدة نشاطات وعدة برامج وعدة معتمرات أطرتها المؤسسات الرسمية الوطنية لكتابة تاريخ الجزائر وخاصة ربما ما اهتم به في الفترات الزمنية السابقة هو كتابة تاريخ الثورة الجزائري والآن مؤخرا بدأ الاهتمام حتى بكتابة تاريخ الجزائر في مختلف الحقب الزمنية التي مرت بها هذه البلاد والآن أصبحت بحكم أنه أصبحت الجامعات موجودة وأصبحت مخابر البحث متوفرة وأصبحت أيضا لدينا العديد من المؤسسات المدنية التي يكونون نتحدث عنها مؤسسات غير رسمية لكنها تنشط في هذا المضمار وهو ميدان الكتابة والاهتمام بالذاكرة الوطنية لدينا مجموعة من المؤسسات الرسمية ومجموعة من المؤسسات غير الرسمية التي انخرطت في ميدان كتابة التاريخ الوطني وفي تدوين الذاكرة الوطنية والآن نحن في مرحلة التدوين وفي مرحلة جمع الوثائق وجمع الشهادات وجمع كل ما يمكن أن يساعد في كتابة وتدوين التاريخ الوطني ترجمة نانسي قنقر